سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تبادل التهنئة مبارح مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأطحى المبارك وأعرب رئيس السيسي في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفر الصحة والسعادة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليومي والبركات أيضا السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بعث ببرقية التهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها لهم سفاراتنا وقلصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك هنأهم سيد رئيس بعيد الأطحى وتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا وأيضا على جانب آخر تلقى السيد رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة بحلول عيد الأطحى المبارك من كبار رجال الدولة وعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسياداته وأطيب تمنياتهم لمصر العالية بمزيد من التقدم الرقي والازدهار أخبار كتيرة حصلت مبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأطحى المبارك وعرب الرئيس في تهنئة لأشقاء زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث رئيس الممهورية ببرقية تهنئة لمسلم مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك حيث هنأهم سياتو بالعيد وتمنى لهم عيد سعيد مبارك كما تلقى الرئيس برقيات تهنئة بحلول عيد الأطحى المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهنيهم لسياتو وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار إنبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحاته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستغلال مياه الصرف الزراعي المهدرة والغير مستغلة للتغلب على العجز المائي احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي اللي نفزتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية على أربع أرقام قياسية بموسوعة جنس كأكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم بمساحة تخطى 320 ألف متر مربع وأكبر محطة لمعالجة المياه في العالم من حيث الساعة والقوة التشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في السنية وأكبر مساحة لطلاء الإيباكسي في المباني اللي بلغت مساحة التغطية فيها أكتر من 520 ألف متر مربع وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل لـ 670.1 كيلو جرام في السنية إن برح أكد اللواء خالد عبد العيل محافظة القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها لاستقبال عيد الأطحى المبارك ورفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومدريات الخدمات وألغت الأجازات وأشار محافظة القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتعمل على مدار 24 ساعة طوال أجازة العيد وتم ربطها بغرفة عمليات المدريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيراً إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15-496-114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها فوراً إن بار احتابع اللواء خالد عبد العيل محافظة القاهرة الجهود اللي بيبزلها العاملون بمجزر البساتين الآلي استعداداً لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأطحى المبارك وأكد محافظة القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الزبح والكشف الجيد على الذبائح ظاهرياً وباطنياً وجه المحافظ بضرورة رفع مخلفات الزبح أولاً بأول مع غسل العنابر بالمطاهرات مشدداً على حسن معاملة المواطنين إن برح أعلن المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن قوافل التوعية اللي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولية ومطار الأقصر وميناء نويبع شهدت تنفيذ مجموعة من برامج التوعية لما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والجمعيات على مستوى الجمهورية ده بالإضافة لحجاج الوزرات والهيئات المختلفة والسياحة اشتركوا في القناة